هتلاقي حب عمرك وتتجوز قريب أربع أبراج هتودع العزوبية بسبتمبر يا ترى شوفي انت منهم ولا لأ زي ما قاية العبقرية ماجي فرح الأربع أبراج اللي هتودع العزوبية ويخدوا تجربة الحب لتخطف مشاعرهم والحاجة الدلو على الرغم من أن بلوتو يتراجع في برج الدلو إلا أن الشهر ده يمثل فرصة لموليد برج الدلو الشهر ستمبر لتخلص من علاقات غير الصحية والعصور على الحب الحقيقي الدائم الجوزاء يكون برج الجوزاء محظوظه بالعصور على الشريك المناسب في ستمبر كمان فمع وجود المريخ المشترك برج الجوزاء يكون عندهم طاقة كبيرة للتفاعل اجتماعيا والتعرف على أشخاص جدد والنشاط العقل دوت والاجتماعي يمكن يؤدي لعلاقات الرومانسية جديدة كمان بتقول لبرج الجوزاء اعمل بعناية ونظم أولويات تتغلى بعد ضغوطات والعقابات وتحلي بالصبر كمان بتقول إن الأسد هيشعر بثقة أكبر في التعبير عن مشاعره الأمر اللي يجذب شركاء مناسبين ويزيد من حظوظه في العلاقات مع وجود عطارة في الأسد هيكون فيه على عديد من الفرص للتواصل العاطفي والتعبير عن الحب بطرق إبداعية وجريئة الميزان هيشعر الميزان بالتوازن العاطفي والقدرة على جذب شريك الحياة المناسب وده بيجعله الوقت المناسب والمثالي للخطوبة أو تقوية الروابط العاطفية كوكب الحب الزهرة موجود في الميزان وده بيجعله أكثر لأبراج حظاً في الحب هذا الشهر زي ما قلنا كوكب الزهرة في منزله اللي اتنشره على أن يتواصل رحلته في صمته واحترام اللي واجبه وعدم الحديث عن حياته الشخصية جنب الميزان والصحي فيه تنفر القمر مع الزهرة يعني في بيت الصحة يشجع لأخذ قصد كبير من الراحة تجديد طقته وعدم إهدار طقته في أشياء مش مفيدة وعدم الإعلان عن المشاريع